تفاصيل الزيادة في الأجور التي قررتها الحكومة مع نقابات وأرباب المقاولات الحكومة تتفق مع نقابات وأرباب المقاولات على زيادة في الدخل تصل ألف درهم شهريا إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل يتعلق الأمر بدخل موظف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2025 في القطاع العام سوف يتم تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في ألف درهم يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والثاني في فاتح يوليوز 2025 في القطاع الخاص سوف يتم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانونية للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين خمسة في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 وخمسة في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026 كما سيتم الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانونية للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين خمسة في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 وخمسة في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026 هناك إجراءات أخرى تهم القطاعين العام والخاصة وتتعلق بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجرات وسوف يتم احتساب هذه الضريبة من خلال أولاً الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6 ألاف درهم شهرياً ثانياً مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حالياً ثالثاً تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37% وبالموازات مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعله من ثلاث 160 درهماً إلى 500 درهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر